اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعذرني يا امام ولكن نواجب أن أعرض الأمر كما هو فهذه مسؤولية وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته صدقت وأخبار القافلة تسبقها ونحتاج إلى الحركة الحثيثة لدخول الفسطات فهذا في غاية الأهمية لاستلام هادئ للزمام الأمور هناك وأظن أننا يجو أن نكون في طريقنا إلى عيون موسى فماذا تقترحون إذا؟ والله يا امام لا أحب على نفسي دخولك الفسطات معنا ورأي أن ننتظركم في عيون موسى نترك معكم حرسا ودليلا ومؤنا وتلتحقنا بنا هناك حيث نستريه فكرة عظيمة توكلنا على الله إذن لي نأكل معنا احتاج إلى البقاء مع العائلة وفقك الله يا أبا عبد الله لا ودعا إذن يا أبا عبد الله بل هو لقاء إن شاء الله حسبتك تقول ننتظر لا نستطيع عندنا مسيرة أيام حتى نصل إلى منطقة الأحواف وعلينا أن نتحرك سريعا قبل أن يدرك مرورنا ثم ندخل الفسطات قبل أن يفيق المتأمرون لن نعطي الوقت للمطلب ليحسن أمره حوله ما يفعله تجاه خلعه هل نوادي خطرا ما؟ تغصيت الطريقة ولا خطر ولي في الفسطات رجال للطوارئ لكني أحب الهيطة والهذر أتحسب أنه تملص من صحبتنا في دخول الفسطات؟